في الحلقة 78 حاول باسل يقنع أخته عليا أنه هو يفضل مع فيه مكملين وما يتطلقش وفي نفس الوقت يعيش جنب بيت أهلها لكن طبعا الكلام مش على مزاج عليا تماما ورفضت بكل الطرق وهو أصر على موقفه وقال لها مثل ما بدك اعملي زي ما أنت عايزة أنا مصمم ومكمل في قراءة نفس الوقت شافت فيي جواد وهو باقي في رائب الموقف من بعيد وطبعا الصراعي النفسي كان رهيب جواها يا ترى أنتقم من جواد ولا أعمل إيه أتجاهله ولا وجهه أقوله وعرفه أن أنا حامل منه ولا أسيبه على عماه لكن خلاص فيي بقت خبرة عندها خبرة كبيرة في الانتقام وتعرف إزاي تنتقم من كل أعداء عشان كده قررت إنها تصنف جواد على إنه علو وقررت تنتقم بنفس الطريقة باستغلال باسل وفعلا بالرغم من إنها كان من جواها متضايقة وتعبانة نفسيا إلا إنها قررت إنها تنتقم من جواد فإنها تروح تكلم باسل وتقوله إنها موافقة وحتعيش معاه وكل ده أصاد مين؟ أصاد عين جواد أما جواد فقرر إن هو يواجه فيه ويتكلم معاها غصب عنها وهي طبعا ما كانتش عايزة تتكلم معاه لكن هو قال لها لنت لازم تقفي ولازم تسمعيني أنا اللي عملته ده علشان مصلحة باسل علشان عارف إنك بتستغليه وإنك مش بتحبيه وإنك لازم تبعدي عنه علشان كده أنا حاولت بكل الطرق إن انت تتطلقي منه وضغط عليكي علشان تتطلقي منه لكن في ردت عليه بمنتهى السبات وقالت له المرة دي مختلفة يا جواد المرة دي أنا بحب باسل ومش بحبك وجوايا ليك كمية كره وغدأتاب ولوم لنفسي إن أنا إزاي كنت بحب واحد زيك المرة دي أنا فعلا بحب باسل أما باسل فقرر إنه هو يرجع حياة في لفي تاني لإنه هو عارف إن في بتحب التصميم وبتحب الفاشن والقتليه فقرر إنه يجيب لها قتليه تاني مكان اللي راح ويعوضها بأحسن منه ويبهرها ويعمل لها مفاجآت كتير علشان يسعدها والمرة دي عمل كل حاجة بإسمها بيع وشراء علشان محدش يقدر ياخد منها أي حاجة بالرغم من مين بالرغم من معرفة أخته عالية كل حاجة وبقت مش قادرة تعمل أي شيء ولا قادرة تواجه باسل خاصة إنها عارفة إن باسل معرض للخطر إن رصاصة ممكن تتحرك ويموت أما باسل فقرر إن يقنع إخوات في وجوز أخت في وكل الدنيا إن هو أبو المولود اللي في بطن في وإن هو الزوج الشرعي وأبوه وطبعا تصرفات باسل النبيلة دي بتخلي في تموت من جواها ألف مرة لأن هي كل مرة بتستغلوا علشان الانتقام والانتقام بتعتبروا بالنسبة لها مسألة حياة أموت لكن هو حد تاني خالص باسل على الفطرة كل اللي يهمه إن يسعد حبيبته طالما حد بحد لازم يضحي علشانه ولازم يسعده مش مهم هو المهم يكون الطرف التاني هو اللي سعيد مهما كان التضحيات مهما كان اللي بتحمله من وجع ومن ألم وجاي على قرمته لكن هو في الآخر باصص لها